أيضاً يا فارس ببناب نتكلم عن القرعة الكاف بيحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا ولكم فيدرولية يوم 16 نوفمبر وبالتأكيد هيكون التصنيف اللي شاغل الجميع موجود قدام حضراتكم على الشاشة ده طبعاً خبر الكاف وإن شاء الله النادي الأهلي هيكون متصدر المجموعة لأن القصة دي بتتم عن طريق تصنيف أول وتصنيف تاني وتصنيف تالت وتصنيف رابع الأهلي طبعاً كالعادة في التصنيف الأول بـ 78 نقطة الوداد أيضاً في التصنيف الأول الترجي الرجاء أما التصنيف الثاني هيكون فريق اللي هيقع مع النادي الأهلي واحد من الأربعة دول سانداونز الزمالك بيترو لواندا وحرية كوناكري والتصنيف الثالث سيمبا وشباب الوزداد وشبابة القبائل والهلال والتصنيف الرابع فيتا كلاب والقطن الكاميروني والمريخ وفايبرز اللي حقق مفاجأة في الوصول لدور المجموعات فده هيكون التصنيف اللي هتجرى عليه قرعة الكاف يوم 16 نوفمبر إن شاء الله يعني نتمنى يكون القرعة اللي هتحصل يكون النادي الأهلي في مجموعة متوازنة وإن كان النادي الأهلي أو اللي بيكون عينه دائماً على البطولة والنادي الأهلي وصل آخر ثلاث نهايات على التوالي حقق اتنين منهم هيكون دايماً واضح إن أي فريق هائتي معاه في المجموعة يقدر يتعامل معه بس والسؤال دايماً اللي بيترح نفسه ما بين يعني إعلام الأهلي وجمهير النادي الأهلي وجمهير اللي عندها المنافسة يا فارس ولا أنا أسأله لك برضو هو أنت تحب يكون معاك نادي مصري زي نادي الزمالك اللي هو مشارك في دورة الطالة أفريقيا في المجموعة أفضل ولا مواجهته في الأدوار الإقصائية أفضل طيب عايز نتكلم بموضوعية بعيدة عن الحساسية يمكن لو هنتكلم تاريخياً النادي الزمالك وجوده معنا في المجموعة دايماً فأل حسن علينا وده يعني بيبقى موجود النادي الأهلي بيقترن القصة معه لللقب المواجهات المباشرة ما بيننا في أفريقيا خصوصاً في دورة الأبطال باستثناء الفوز الوحيد في تاريخ الزمالك على نادي الآلي هو سوبر 14 سايل باترس متبلة زي ما أسامة بيقول لك فلو هنتكلم ككورة لا الزمالك معنا وجوده في المجموعة بالنسبة لي لا يمثل أي مشكلة فنية ولكن خصوصاً كمان لما شفنا الفارق في مباراة السوبر ولكن بالنسبة لي يعني في الفترة دي وانت في بداية موسم وانت محقق انتصار في الفترة الأخيرة خصوصاً كمان برضو مع الوضع العام يا أسامة يمكن كمان اللي بنشوفه في الرياضة في الفترة الأخيرة أنا أحب إلى النادي الأهلي والزمالك ما يتواجدوش في مجموعة واحدة ليس لأسباب كروية لو لأسباب كروية فوجود الزمالك أنا لو بختار في تصنيف الزمالك هاختار التصنيف الزمالك هحطه معنا في المجموعة ولكن بعيداً عن الأسباب دي وعشان الناس تاخد نفسها شوية من القصة دي فتمنى أن الفرقين ميجوش في مجموعة أنا كنت بتكلم من الجانب آخر اللي هو فكرة توفير السفر على الفرقين على الأهلي والزمالك لما يلعبوا المباراة وزهاب وعودة بس أنت تتكلم في نقطة واضحة ويكون منطقيين لكن هو في النهاية نتمنى التوفيق طبعاً للفرق المصرية وفي طبعاً الحال بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي أنه يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا اللي من وجهة نظري كان الأهلي الأحق بالبطولة الماضية